الناس من البداية قالت احنا بنعمل مشروع طب تعالوا نتكلم على المشروع المشروع ده بقالوا بالضبط سنة ونص معنى كلمة مشروع يعني ايه؟ يعني انا متعاقد مع مدير فني لمدة اربع سنين لغاية عشرين ستة وعشرين عشان ابني جيل جديد يستعد لكأس العالم ويتأهل لكأس العالم ويعمل نتائج جيدة في كأس العالم عشان اعمل ده يبقى هدخل عناصر جديدة اعمل ممتخب بتوليفة جديدة هدخل كاس الامم الاولى في عهدي كمجلس ادارة او كعهدي كجهاز فني ويبدأ اعمل صف جديد ده حصل؟ ما حصلش معدل الاعمار السنية احنا رقم اتنين اعلى معدل اعمار السنية في كاس الامم يبقى التخطيط للمشروع كان ماشي غلط تمام؟ مين بقى المسؤول؟ ابدأ معايا وحاسب بالاسم مين المشرفة العام على المنتخب؟ الكابتر حازم امام مين المسؤول عن التعاقد مع روي فيتوريا الكابتر حازم امام؟ مين اللي حط شروط التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الكابتر حازم امام؟ اين دور مجلس ادارة اتحاد الكورة؟ للأسف كان هناك قرار ان الكابتر حازم امام هو المشرفة مع المنتخب؟ اين دور وزارة الرياضة في الموافقة على تعاقد لمدة اربع سنوات في عهد مجلس تنتهو مدته بعد سنتين؟ من المسؤول عن وضع شرط جزائي تلت شهور في مدة العقد الاربع سنين؟ بغض النظر عن النتائج طوال الاربع سنوات على فكرة مفيش حاجة اسمها لو النتائج في كاس الامم مش جيدة عند مولة 15 يوم افسخ العهد الكلام دا مصح على فكرة العقد مكتوب فيه بند واضح وصريح من اول التعاقد لغاية نهاية المدة في 2026 في اي وقت المنتخب او اتحاد الكورة عايز يفسخ يدفع ثلاث شهور شرط جزائي يدفع ثلاث شهور شرط جزائي انا اقولت لكم بالاسماء هل مجلس دارة اتحاد الكورة مسؤول عن هذا الاخفاق؟ مسؤول مسؤولية تضامنية ولكن من المسؤول المسؤولية المباشرة الكابتن حازم امام؟ ليه؟ لان المنتخب كان بيدار بطريقة الوان من شو بصراحة وبكل امانة المنتخب كان يدار بطريقة الوان من شو كان ممنوع على اي فرد في اتحاد الكورة التواصل مع ري فيتوريا او منقشة ري فيتوريا الا من خلال الكابتن حازم امام هل الكورة تضار بهذا الشكل؟ اطلاقا مفيش كورة في العالم تضار بهذا الشكل ومش اقولك اتفرج على كتالوج الاهلي يعني كتالوج الأهلي رغم رئيس النادي الأهلي والمشرف على الكرة في النادي الأهلي أعظم من لعب كرة في مصر الكابتن محمود الخطيب ولكن هناك لجنة فنية هناك مشاورات ترابيزة بيعد عليها أربع خمس نجوم من نجوم الكرة بيتناجوا في ملف الكرة ليس القرار قرار فردي ولكن هناك مناقشات قد يصيبوا وقد يخطأوا ولكن في النهاية هناك منظومة ولكن في منتخب مصر طريقة الوان من شو أنا بقولها لكم بصوت عالي المنتخب كان يدار بطريقة الوان من شو من أول اختيار فيتوريا من أول التعاقد مع فيتوريا من أول وضع الشرط الجزائي من أول الموافقة على هذا التعاقد لأن الكل بأمانة برضو عشان نتكلم بصراحة لو المجلس مدته سنتين عشان يعمل عقد أربع سنين لازم وفقة وزارة الرياضة فالوزارة وفقت فالوزارة وفقت فبالتالي هتحسب الاتحاد على أساس إيه ما هناك موافقات رسمية على هذا التعاقد وبالتالي المشروع اللي انت تعاقدت عليه فشل أنا بقول لكم المشروع ده فشل والمشروع ده مش هينجح